اشتركوا في القناة وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أردت خير الدين حمدان بالرصاص بعد أن تصد لهم عندما جاءوا للقبض على أحد أقاربه وكان القتيل قد حاول تحطيم نوافذ سيارة الشرطة بآلة حادة وقالت الشرطة أن حمدان توفي متأثرا بجراحه في مسشفى قريب ويشكل عرب إسرائيل وغالبيتهم مسلمون خمس سكان إسرائيل الذين يبلغ تعدادهم ثمانية ملايين أغلبهم من اليهود وكثيرا ما يشعرون بالاستياء من التمييز المترسخ ضدهم لكن نادرا ما يلجأون للعنف وأقلت لوبا ثامري المتحدثة باسم الشرطة أن فرع تحقيقات الشرطة التابعة لوزارة العدل يفحص الواقع وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بيانا يقول فيه أن إسرائيل لن تتساهل مع العنف الذي اندلع في كفر كنة وإنه سيتم معاقبة مثيري الشغب وفقا للقانون بحذافيره جيهان لطفي رايترس